اخيراً الماكبوك اير الجديد وصل بتصميم مختلف عن السابق وكذلك بأحدث معالجات ابل الامتو هذا اللابتوب كثير ينتظره وانا اولكم متحمس للتجربة كونه خفيف وتصميم رائع ويناسب اغلب المستخدمين خاصة انفئات الطلاب والاعمال او شخص ناوي يدخل عالم الماك فهذا من افضل الخيارات بالنسبة لك دعونا نتعرف عليه في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلو اللو مسهلة وهياكم الله فيديو جديد معنا عبدالغفيص واليوم لدينا فيديو مراجعة الماكبوك اير الامتو اللابتوب الجديد من قبل خاصة مع التغييرات الجديدة التي حصلت عليه لكن كالعادة قبل تكمل الفيديو اشترك بالقناة لو كنت غير مشترك فعل جرس التنبيهات وبسم الله نبدأ التصميم مثل ما تشوف تغير عن الأجهزة السابقة من سلسلة الماكبوك اير وصار يشبه التصميم الجديد اللي شفناه في الماكبوك برو والاربعة عشر وستة عشر انش والشكل الجديد عصري وكذلك مستوي من جميع الجهات ما فيه الميلان الموجود بالسابق كذلك هنا اللون الجديد الميدنايت والمميز وفيه طبعا الوان ثانية برضو جميلة وهذه طبعا بترجع لذوقك الشخصي يمكن الملاحظ فقط على اللون الجديد انه يطبع او البصمات تبن عليه بعكس الالوان الثانية كانت اقل من ناحية التبصيم طبعا الجهاز نحيف جدا واخف من قبل ونعم اخف حتى من الماكبوك اير السابق وهذه ميزة تحسب للجهاز خاصة للناس اللي ناوية تتنقل وتستخدمها للأعمال او حتى للطلاب بيكون مريح بالتنقل اكثر ومع هالنحافة جودة التصنيع واضحة جدا ابدا يعني ما قلت جودة التصنيع وما تأثرت بنحف الجهاز طبعا من ناحية المنافذ في عندنا هنا منفذين تايب سي ثندر بولت على الجهة اليسرى كذلك منفذ الشحن الماكسيف وهو من الاشياء الجديدة التي توفرت حاليا بهذا الاصدار مقارنة بالماكبوك اير السابق وهذه احد الامور اللي اعجبتني بتواجد منفذ خاص بالشحن بيوفر عليك منافذ لو حبيت انك تستخدمهم وطبعا تقدر تشحن الجهاز من خلال التايب سي يعني لو كان الماكسيف ما هو عندك فتقدر عن طريق التايب سي لكن الماكسيف بيقدم لك شحن اسرع والشحن الموجود مع الجهاز بقوة الثلاثين واط وتقدر اتخصصه لو حبيت من متجر أبل وهنا لو تشوف كابل الشحن جاي بنفس لون الجهاز نفس فكرة الكايابل في الاي ماك اما لو نتكلم عن الشاشة فهنا صارت اكبر مع التصميم الجديد وبحجم 13.6 انش بدل 13.3 انش بالسابق تقريبا صارت اطول كذلك الحواف انحب عندك النوتش بالأعلى نفس تصميم ماكبوك برو 16 و 14 انش شخصيا اول ما استخدمت الماك اوكي حسيت شيء غريب او انك بتلاحظة لكن بعد فترة بسيطة خلاص ولا كأنه موجود مثل النوتش الموجود بالايفون ما راح تلاحظ وجوده ايضا السطوع بالشاشة جميل وملاحظ وفرق عن الاصدارات السابقة من الاير وهذا يعني بيكون مناسب اكثر بالعمل بالاماكن الخارجية ويعطي وضوح افضل والشاشة بشكل عام جميلة من ناحية الالوان والسطوع والتباين وتناسب اغلب ظروف الاستخدام وكتجربة الصوت في سماعات سبيكر بالجهاز موجودة بين الكيبورد والشاشة ومستوى الصوت جيد وليس الأفضل خاصة عندما تقارنه مع التصميم الجديدة لماكبوك برو والا 14 و 16 انش بيكون في فرق واضح بينهم لكن اتمنيت لو كان الصوت اعلى من كذا طيب لو نتكلم عن الاداء واكيد المعالج الجديد الام 2 من قبل بيعطيك تقريبا 20% فرق عن الام 1 من ناحية الاداء أفضل وبشكل عام كتجربة شخصية خلال هالفترة لم أحسيت بالفرق الواضح بينه وبين الام 1 يمكن معادة باختبار البنشمارك كذلك بتجربة المونتاج فرق معي ثلاث دقائق تقريبا وهو رقم بسيط جدا اعتقد هذا بسبب ان الاير بدون مراوح لما تضغط عليه بترتفع الحرارة ويقلل الاداء شي بسيط لكن لو استخدامك تصفح برامج الوفيس او استخدام متوسط في امورك بتكون تمام بيعطيك الاداء الكامل طول الوقت وطبعا معنية من الحرارة او اي مشاكل بالاستخدام اليومي بالعكس الاداء ممتاز وتجربة الجهاز اشوفها جميلة والمعالج بيعطيك اداء ممتاز لهذه الفئة ولو كنت تستخدم الماك بمعالجات انتل اكيد هنا اقولك بيكون في فرق كبير وملاحظ بينهم لان بتلاحظ الفرق حتى مع الامون فما بالك الان مع معالج الامتو واللي يقدم سرعة واداء افضل ومن ناحية الرام التخزين فهو متوفر بخيار الـ 256 و 512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت للرام تقدر تخصص مواصفات لك من متجر ابل حتى 24 جيجا رام واثنين تيرا للتخزين ومن الامور الجديدة بالماك بوك اير الامتو هي الكاميرا او الويب كام صار عليها تحسين من ناحية الدقة والان صارت بدقة 1080p مع ثلاث ميكروفونات بالجهاز الالتقاط الصوت هذا يعني انه بالاجتماعات بتجربة الزوم وغيرها من البرامج بيكون ممتاز ايضا تجربة الكيبورد ومن ناحية الكتابة ممتازة ما عنيت من اي مشاكل وكذلك عندك مستشعر البصمة بزر التشغيل وتقدر من خلالها تدفع اكيد بالأبل باي وتفتح المستندات وتكفلها ببصمتك وغيرها من خيارات الامان البطارية رائعة مثل ما تعودنا عليها في سلسلة الماك بوك اير وهي تقريبا نفس بطارية الاير الام 1 لكن بالام 2 المفترض انه بقدملك توفير اكثر للطاقة وابل تقول لك انه ممكن يجرس 18 ساعة في مشاهدة المحتوى لكن شخصيا احبيت اني اجربة بالاستخدام الفوق المتوسط مثلا عندك تشغيل برامج المنتاج برامج الوفيس التصفح فقدملي تقريبا 10 ساعات ونصف من الاستخدام والتي اشوف انها نتيجة ممتازة من العمل المتواصل وهذا يعني ان الجهاز بيكون مناسب لك بالعمل او للدراسة حتى للترفيه والافلام ما راح تشيل هم الشاحن طوال اليوم ومن ناحية السعر في الماك بوك اير الام 2 متوفر بسعر يبدأ من 5.699 ريال والسعر الرسمي في متجر قبل الامريكي 1199 دولار اخيرا اشوف اللابتوب رائع مناسب جدا للمستخدمين يبحث عن جهاز للاعمال اليومية مثل دراسة وعملوا اجتماعات اونلاين وبرامج الوفيس كذلك تصميم ومنتاج خفيف يمشي معك خاصة لو كنت جاي من ويندوز او ماك بوك قديم ومعالجات انتل بتحس بالفرق هنا مع معالجات ابل من ناحية الاداة كذلك البطارية او لو كنت شخص تبحث عن جهاز احترافي ومواصفات عالية تتحمل الضغط والشغل الثقيل فاكيد نصيحتي لك انك تتجاه للماك بوك برو ب 16 و 14 انش ومعالجات الاموان برو والاموان ماكس طبعا الفرق هنا عن السابق تصميم جديد واداء افضل كذلك الشحن السريع والبطارية الممتازة ولو كم معاك ماكبوك ايري الاموان ما اشوف انه يحتاج انك تشتري الجديد الا اذا كنت حاب التصميم الجديد والتغيرات اللي صارت عليه فا اتمنى هذه المراجعة افادتكم كالعاد اكتبوا لي اسئلتكم ورأيكم بالتعليقات ولا تنسونا الاشتراك واللايك واشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم